في الزمالك وقلت لك حتى هم جابوا لعيبة دولية البرامز عنده لعيبة قوية جدا لكن النادي الاهلي زي ما قلت لك بيمتاز عن الزمالك وعن برامز إنه هو بقاله خمس مواسم وست مواسم اللعبات دي بتشتغل مع بعض حفظوا بعض بشكل كبير جدا الحقيقة في تجانس بشكل كبير خبرة الفوز بالبطولة خبرة الفوز بالبطولة خبرة حسم البطولة في لعيبة خبرات كمان في حسم البطولات أعتقد تيم النادي الاهلي تيم قوي جدا طيب ومشوار الأهلي في البطولة الأفريقية الأهلي قدر يعد الأوضاع ويعود لصدارة مجموعته ثم يتخطى عقبة المنافس ودلوقتي إحنا بنستعد لحرية كونكري الغيني بلقاءين هتبدأ المباراة الأولى خارج ملعبنا ثم تكون مباراة العودة في وسط جماهرنا وعلى ملعب من ملعبنا سأكوننا بنتكلم عن استاد السلام أو استاد بورج العرب وده مرتبط بالخبر اللي بدأنا به هذا اللقاء شايف إزاي حضرتك كانت نمضان فرص الأهلي في البطولة الأفريقية والفوز بيها وبالتالي أو بطبيعة الحال في حالة الفوز إن شاء الله العودة للمشاركة بقوة في كأس العالم للندي أكيد أنا في رأيي أن فرص النادي الأهلي بحسم البطولة الأفريقية للموسم ده بتتجاوز بتروح لأبعد من 90% كمان تيم النادي الأهلي قادر ولعبته بجهازه الفن الحياة بمجلس إدارته بالنادي الحياة قادرين أنهم يحسموا البطولة للموسم ده إحنا يمكن فقدناها في الموسم اللي فات بشكل يعني كنا عقرب لكن أعتقد أن النادي الأهلي في الفوزه كبيرة جدا أنه يحسم السنة الأرقام بتميل لصالح النادي الأهلي وترجح كافة النادي الأهلي عندنا بعض الإحصاءات منها أن النادي الأهلي يصل لرقم استثنائي هو أول نادي في القارة الأفريقية يصل للفوز رقم 100 على ملعبه في استاداته ووسط جماهيره في القارة السمراء وفي البطولة الأفريقية المؤشرات دايما بترجح كافة النادي الأهلي وبتقول أنه الأكثر خبرة والأقرب للفوز يا كابتر رقم أكيد أكيد بتطفق مع المؤشرات دي وبقول أنه فعلا النادي الأهلي بيمتلك لعيبة على مستوى علي جدا وبيمتلك لعيبة من الخبرات وبييمتلك لعيبة من الخبرات في التعامل مع القارة الأفريقية الحقيقة ويقدروا أو قادرين أن هم يحسنوا البطولة الموسم ده بشكل قوي جدا إن شاء الله بإذن الله طيب خلينا نتكلم عن مطالبة الاتحاد الأفريقي بأن الاستادات اللي هتستضيف مباراة الأهلي الدولية في مصر مع المنافسين من القارة الأفريقية تصل بساعة الجماهيرية أو نسبة الحضور الجماهير إلى 75% أعتقد أن ده مطلب يتوافق مع رقبة النادي الأهلي اللي هو الأكثر تضررا من غياب الجماهير أكيد أكيد طبعا يعني أنت لو طلبت مثلا من جمهور النادي الأهلي 120 ألف يروحوا مباراة هيروحوا مباراة 120 ألف فأعتقد النادي الأهلي بالعكس ده يبقى مستفيد من القرار ده بشكل كبير جدا لكن هي بس المشكلة أنك يبقى فيه تواجد بقى لإستاد مثلا برج العرب زيستاد القاهرة اللي هو الشي للعدد ده هل في جزء من خلال خبراتك وتاريخك مع النادي الأهلي كلاعب قبل أن تكون مدرب أو محلل فاني كابتر رمضان هل في جزء أو عنصر من عناصر قوة النادي الأهلي إحنا مفتقدينه بعدم وجود الحضور الجماهيري أو عدم امتلاء الاستادات من الجماهير أكيد أكيد أقول لك حاجة محمد إحنا على مدى السنوات اللي فاتت دي كلها كالنادي الأهلي لما بيكون جمهوره موجود في الملعب مثلا ب60 ألف و70 ألف والعداد اللي بتحضر المباريات أعتقد أنت بتخلص المباريات في 20 دقيقة يعني تنزل في 20 دقيقة وخصوصا كمال المبارات الأفريقية ده فيه أندية أفريقية كتير جدا 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 كانوا مثلا استاد القيرة ده رعب بالنسبة لهم عشان جمهور النادي الأهلي مش الاستاد نفسه كان مبنى عشان جمهور النادي الأهلي كان الكسافة اللي كان بتواجد بيها الحياة وطبعا التشجيع والمساندة الكبيرة جدا 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 جمهور النادي الأهلي مساند بشكل كبير جدا على مدار المواسم اللي فاتت دي كلها في بطولات النادي الأهلي إذا كان المحلية أو الأفريقية يعني شايف أن دي ميزة أو جزء من قوة النادي الأهلي لا يكتمل إلا بامتلاء الاستداد بجمعية وأكيد وأكتر نادي محتاج ديت وأكتر نادي فعلا هيتميز عن كل الأندية وأكتر نادي مؤثرة عليه سلبا طبعا عدم وجود الجماهير طبعا أنا في رأيي أن حتى أداء لعبة النادي الأهلي على الجمهور بيزيد بنسبة كبيرة جدا جدا يبقى إحنا كلنا يسعدنا المؤشر الجديد موافقة أجهزة الأمن الأخبار اللي بتقول أني فيه موافقات أمنية على وصول الساعة الجماهيرية أو عدد الجماهير اللي هتحضر مباراة الأهلي مع حرية كونكري الغيني على ملعب الأهلي ووسط جماهيره إلى ستين ألف مشجع أعتقد ده مؤشر إحنا محتاجين ننصل إليه بشكل دائم في الفترة الجاية ده مؤشر هايل وقرار طبعا عشرة لعشرة وأعتقد النادي الأهلي هيستفيد به بشكل كبير جدا 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 في مساندة جمهوره الكبير قوي اللي هيسانده في خلال المباراة اللي جاي طيب هنتكلم شوية عن الجهد الكبير جدا المبذول من مجلس الإدارة والمسؤولين في النادي وبقناة الأهلي أيضا عن اللائحة التنفيذية أو لائحة النظام الأساسي لأول مرة نشوف هذا الكم من الجهد والزخم الكبير قوي للتواصل مع كل الطيارات والقطاعات داخل النادي والنتائج شايف إزاي الفترة دي والإعداد لللايحة بالشكل ده هو أكيد النادي الأهلي نموذج ومؤسسة يعني لو بنتكلم على مؤسسة الناجحة في مصر أعتقد النادي الأهلي من أكثر المؤسسة للناجحة في مصر والمؤسسات القوية جدا جدا ويمكن هو نموذج الحقيقة كمان بيحتزى بكل الأندية في كل قراراته يعني حتى لما ابتدى بيعمل لايحة جديدة أعتقد اللي حصل في خلال الأسبوعين اللي فياته ده ده حاجة مؤشر حاجة محترمة جدا جدا إزاي أنت بتدخل الأعضاء الجماعية العموية بتاعتك في النقاش ونقشات وتوصل لأفضل أفضل حاجة وفيه بنود كانت محتوطة وتناقشت وتشالت وفيه بنود اضافت أعتقد ده مش موجود في أي نادي في مصر يعني يمكن أغلب الأندية في مصر بيجي مثلا مجلس داري بيكر ليحة وبتعتمد وخلاص ونغير ما لا تتناقش ولا ما ده فيه ناس حتى ما بتعرفش إيه اللي موجود جوا اللايحة لكن اللي تعمل في النادي الأهلي حجم الجلسات والندوات وورش العمل والقطاعات اللي شاكد فيها طبعا طبعا غير مسبوك ده غير مسبوك وأعتقد ده بيعتبر انفراد يعني للنادي الأهلي وده اللي يليق بالنادي الأهلي طبعا أكيد غير كده ما يليقش بالنادي الأهلي اللي بالنادي الأهلي عملوا خلال الفترة اللي فاتت حاجة محترمة جدا 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 كابت النمضان أنا في كل الحوارات في الفترة الجاية مع أي نجم من نجوم الرياضة سواء من نجوم النادي الأهلي أو من نجوم أي مؤسسة كروية أو رياضية أخرى في مصر أو في المنطقة العربية أو القرى الأفريقية حبدأ أسأل الفترة الجاية إلى حين إعلان نتيجة جائزة أفضل لعب في العالم عن التوقعات أنا عندي حسابات مختلفة شوية وبقولها الأول مرة أنا بتوقع أن محمد صلاح إن شاء الله يفوص بالجائزة كنت مستبعد ده تماما بعد الشكل اللي ظهر عليه محمد صلاح ما منتخبنا وظهر عليه منتخبنا في نهايات كاس العالم والأعتقد أنها خدت الكثير من رصيده من حجم المتابعة الدولية والاهتمام به كواحد من أشهر الأسماء اللي بتشارك في البطولة أعتقد أن الشكل الظهر به منتخبنا في البطولة ظلم نجمنا وظلم محمد صلاح المحمد الأول ورجعوا خطوات للخلف لكن رجوعه تاني ودخوله ضمن قائمة أفضل ثلاث لعبين أعتقد أنه هو اللي هيبقى جديد وهو اللي هيبقى كل الحسابات الخاصة بالمراهنات أو الخارج عن المألوف بعد حصول مادرش على أفضل لعب أوروبي وبعد حصول كريستيانو على ألقاب وألقاب في الفترات السابقة أعتقد أن محمد الصلاح السيناريو كله بيقول أنه هو الأقرب حضرتك رائك إيه أنا في رأيي أن محمد صلاح أفضل لعيب كرة في العالم في المموسم اللي فات لما يبقى هدى في الدور الإنجليزي أفضل لاعب في دور الإنجليزي والدور الإنجليزي كلنا عارفين طبعا قوته عاملة إزاي أعتقد أن صلاح عمل موسم استثناء الموسم اللي فات ويستاهل أنه هو فعلا يبقى أفضل لعيب على مستوى العالم إنه بتاستبعدش ده ونشوفش إنه دخوله من باب التكريم أو وجود اسمه إنه فرض نفسه بهذا المستوى ضمن قائمة أفضل ثلاث لعبين وإن الاتحاد الدولي سيقف عند هذا الحد شايف إنه ممكن يعطيها أو تكون هي الجايزة الكبرى اللي هو بقى الحصول على الانقب أنا في رأيي في رأيي بنسبة كبيرة جدا محمد صلاح هيحصد الجايزة ويمكن واضح مبارح حتى في مبارات الأمس الحقيقة التعليقات اللي بره في أوروبا على أداء محمد صلاح كلها تعلاقات إيجابية جدا وفيه متابعة لنجم علامي يعني كمان إحنا كنا ممكن نلعب مبارات محدش يتابعنا بالعكس أنا في رأيي أن إحنا هنشوف أحمد فتح في الفترة اللي جاية دي أو المرحلة اللي جاية دي كلها بحالة تانية خالص هتشوف أحمد في النواحة الجمية وهتشوف أحمد في النواحة الدفاعية بتاعته هتشوف فيه حيوية أنا في رأيي أن الاستبعاد ده هيرجع أحمد فتح خمس سنين الحقيقة ويحاول يدخل في منافسة ويحاول محمد ومع هاني ومع كل الأناصر وهيزبط نفسه كمان لكن برغم من ده شايف أن محمد هاني هيبقى له فرص معه طبعا محمد هاني من اللعيبة الشباب المميزين جدا طبعا محتاج برضو الخبرات ومحتاج ياخد الحقيقة مباريات عشان يزبط وجوده لكن هو من اللعيبة المميزة جدا حقيقة في نادي الآلي أو في منتخب مصر طبعا مش هننسى من نجوم أو يمكن أن يكون نجم نجوم هذه المباراة الشناوي لأن فيه فترات كان فيها نوع من الثقن عكست على ده منتخبنا بعد التفوق بفارق أربع أهداف بدأت حالة مع بداية الشوط التاني من الاسترخاء في صفوف المنتخب وبدأ منتخب النيجري يلاقي مساحات للهجوم وهدد مرمى منتخب مصر أكتر من مر رأيك إيه في ثبات مستوى هو فيه ارتفاع مستوى الشناوي من مباراة الأخرى هو الأول قبل ما هتكلم على الشناوي هتكلم على قد إيه لما بتبقى أنت فيه منظم تين بتنفذ تين فيه التزام تظهر بالشكل اللي إحنا ظهرنا به بالشوط الأولاني لكن لما نروح للشوط التاني لا لا فيه التزام ولا فيه ضغط واخطوطنا بعدت عن بعض حواره بسعف الشوط التاني بالزبط فتبين في الشكل ده الشناوي محمد الشناوي الحقيقة هو بقى له فترة مش منتكلم على مبارات الإمبارح الحقيقة لكن هو بقى له فترة الحقيقة أنا في رأيي عامل مستوى سابت ومحمد الشناوي الحقيقة عامل طفرة عامل طفرة كبيرة جدا في مركز حراسة المرمى مدي ثقة الحقيقة المدفعيين مدي ثقة للفرقة مدي ثقة للجهزة الفنية إذا كان نادي الأهلي أو إذا كان في منتخب مصر محمد الشناوي طبعا عمل طفرة كبيرة جدا في مستوى في الفترة الفاتحة. خارج المنافسة في المرحلة دي. الحقيقة لا يعني ما فيش حد قريب منه. يعني فيه عواد فيه جنش فيه يعني فيه حراس كتيرة فيه متميزين فيه عناصر متميزة. وعنده خبرات كمان فيه شريف إكرامي طبعا الحضري. طبعا لكن فيه آراء كتير مش عايف تتفق ولتختلف معهم كابتر رمضان بتقول إن الشناوي وصل لحالة من التركيز والثبات المفعالي والأداء الفني والبدني في الملعب أعلى بكتير من كل المنافسين. يعني أنا في رأيي إنه هو بعد عن كل الحراس الموجودين. يعني قال الحراس الموجودين مميزين جدا وحراس كبار جدا وحراس على مستوى عالي جدا. لكنه هو الحقيقة بمستوى بعد الحقيقة عن التقييم حتى مع الحراس اللي بعدين. وتكلمنا كمان عن أيمن أشرف. قلت إنك شايف إنه حيجيد في الفترة الجاية وممكن الاعتماد عليه هو كمان من اللاعبين اللي اعتمد عليهم وأثبته كفاءة. ويعني الثقة فيهم إنها في محلها مع النادي الآلف أكتر من مركز. سواء الباكليفت أو الظاهير الآيسر أو المساك أو المساك. طبعا أيمن أشرف نفرقي. العيب فيه جدية في أداءه. وهو كمان عايز. يعني دايما بتحس إنه أيمن أشرف عايز. عنده طموح وعنده طموح إنه يطور في نفسه. يطور في أداءه أعتقد إنه زي ما قلت لك يعني أنت في مبارات إحرازه للهدف الحقيقة ده واحد بيعمل كروس وكمان راح عامل متابعة ويحرز هدف لا ده حاجة حاجة كويسة جدا وحاجة مبشرة جدا إنه هو يقدر يعمل استمرارية كمان في مركز. كابتن رمضان شايف إننا وصلين لحالة ممكن نستقر عليها إن دي العناصر اللي هتبقى موجودة في المنتخب في الفترة الجاية ولا حضرتك من المدربين أو من أصحاب الخبرات في الكرة اللي بيميلوا إن دايما يبقى فيه منافسة. دايما المنتخب يبقى فيه مجموعة بتتغير. تلات أو أربع أسماء لازم يبقى المدرب حاطت بينهم منافسة وبين باقي العناصر الموجودة في الدوري المصري وناس هتدخل وتخرج من المنتخب بالنسبة في الفترة الجاية هو طبعا إحنا لازم نفرق ما بين منتخب مصر أو منتخب ونادي النادي إنت عندك مرتبط بخمسة وعشرين اسم مرتبط بعدد بتشتغل عليهم. لكن المنتخب لا مفتوحة بالنسبة لك يعني إنت النهاردة بتتكلم مثلا في عمرو السلية. عمرو السلية في حالة إن هو بيرجع فرموته وبسليم. عمرو السلية مفروض يبقى موجود في المنتخب مصر. من تاني؟ من من أبناء الأهلي أو من نجوم النادي الأهلي يستحق إنه يكون في الفترة الجاية لو كان في أحسن حالاته في الطوب فورم بتاعته فنيا وبدنيا يستحق يكون في منتخب مصر. يعني أنا في رأيي إن عمرو السلية ووليد سليمان رغم الناس بتتكلم على وليد حتة لكن أنا في رأيي يعني من أكتر اللعيبة اللي بيعمل سبات في المستوى ومن أكتر اللعيبة عطاء في الملعب في خلال الفترة اللي فاتت وعنصر مؤثر يعني مش مثلا لعيب متواجد وخلاص. لا ده عنصر مؤثر جدا في أداء النادي الأهلي الهجومي. عنصر مؤثر جدا في التلتي الهجومي للنادي الأهلي. أعتقد إن ممكن يبقى ليه دور وليد سليمان في منتخب مصر. وعيب هايل مين تاني؟ لو تكلمنا وليد السلية. مين تاني شايفه ممكن في الفترة الجاية يبقى حط تعينه على المنتخب وإنه هيشارك أو هينفس بقوة عشان يلاقي لنفسه مكان وسط مجموعة النجوم الكبيرة الموجودة في المده. يعني هو الحقيقة وليد طبعا موجود في لعيب يعني أنا كلمت عليه من الفترة كبيرة نصر مهر الحقيقة. أنا في رأي إنه هو لعيب مميز جدا ولعيب موهوب ولعيب قادر إنه هو يقود صناعة اللعبة في تيم النادي الأهلي. لكن محتاج إنه هو يبقى آآ أشرص من كده. محتاج إنه هو يبقى أقوى من كده. لأنه هو الحقيقة داءه مع سموحة في الموسم اللي فات. عمل مباريات بمستوى علي جدا. آآ أنا لغاية دلوقت ما شفتش ناصر ماهر اللي أنا شفته في سموحة. آآ آآ عنده إمكانيات. ولعيب مهاري وعنده صناعة اللعب. لكن لسه موصلش الأفضل مستوى له. آآ آآ وما قدمش كل ما آآ يعني لديه من إمكانات مع الأهلي حتى. بالزبط. عنده أفضل من كده. عنده أفضل مفهود من كده بكتير جدا جدا. ويبقى لازم يبقى عنصر مؤثر في أداء النادي الأهلي. ده برضاك من العيبة المهمة جدا. طيب. هل في تناقض أو تعرض بين للتجاهين يا كابتر نمضان؟ تكلمنا عن رغبة مستر أجيري وجهازه الفني. الجهاز المعاون له. إنه واضح إن فيه رؤية خاصة بتجديد دماء المنتخب. والدفع بعناصر جديدة. وكمان النزول بمتوسط الأعمار. وبين الاستعانة بأصحاب الخبرات اللي ممكن يبقوا مؤثرين جدا. زي النجم وليد سليمان. هل الاتجاهين دول بيتعرضوا مع بعض؟ ولا جهاز فني لأي منتخب في العالم بيقدر يعمل الأمرين في وقت واحد؟ ولا بيختار اتجاه منه؟ لا طبعا ما ينفعش إنك تاخد الحقيقة اتجاه واحد يعني. المنتخبات اللي عملت تغيير في لعبتها وفي زي فرنسا زي بلجيكا زي دول عاملين خطة ان هم كانوا بيقولوا من 4-5 مواسم ان احنا بنعدي الناس دولت عشان يلعبوا لمنتخب فرنسا او منتخب بلجيكا الحقيقة. اللي ظهروا بمستوى عالي جدا. أنا النهاردة اللعيبة الخبرات. أنا مقدرش النهاردة احط مثلا سبع لعيبة شباب في وسط مثلا مع تلاتة مثلا اللي هم الناس الخبرات والناس اللي مستوى طبعا عندهم خبرات دولية لا. أنا لازم ازود العدد دوت على اساس ان انا حافظ على قوة المنتخب. لكن انا النهاردة لو جيت اعتمدت بس على عنصر الشباب واستغنيت عن الخبرات اعتقد ان يعني انا في رأيي مثلا تيم مثلا منتخب مصري فيه مثلا ستة لعيبة او ستة لعيبة خبرات ولعيبة اللي هتوقت في الدوري وفيها اللي هتوقت في مشوارهم مع المنتخب. وبتضيف مثلا اربعة لعيبة تحطوهم. يبقى دول بيشيروا دول. واللعيبة الصغيرة دي بتكتسب الخبرات من اللعيبة الكبيرة. يعني انا في رأيي ده ده لعيبة كتيرة جدا محظوظة. يعني صلاح محصن انا بعتبره محظوظ جدا جدا ان هو متواجد مع صلاح في الفترة دهية. ولازم يكتسب خبرات اللعيبة اللي موجودة الحقيقة زي ما قلتلك في لعيبة وليس سليمان يقدر يبقى ليه دور في منتخب مصر ودور يبقى مهم جدا. احمد فاتحي. مؤمن زكريا من اللاعبين اللي تم الاعتماد عليهم على فترات في المنتخب وفي حالات معينة كان بيتقلق فيها بشكل لافت للنظر كان بيبقى مفيش خلاف عليهم. بالزبع. استحق يكون في المنتخب. بالزبع. مهم الحقيقة زكريا انا في رأيي من اللعيبة المميزين جدا جدا. لكن يمكن احنا الفترة دي هو في عدم تركيز. يعني تحسي ان هو مش مركز. مهم من زكريا موهبة. وموهبة جاة قوية جدا جدا جدا. لما اولا بمؤمن زكريا بيمتاز عن كل اللعيبة اللي بتلعب تحت راس الحربة. انه هو بيشتغل كراس حربة بيساند جوه بشكل قوي جدا. وبيحرس اهداف. ده مش متواجد بشكل كبير. يعني فيه العيبة مميزة قوي تحت راس الحربة. يصنع على الجناب. كصناعة لعب. او يشتغل مثلا كروسات. لكن انه هو يبقى بيساند في العمق. اعتقد مؤمن زكريا من اكتر اللعيبة اللي في مصر موجودة بيقوم بالدور ده. لكن الموطاء مطلوب منه الحقيقة. انه هو الفترة دي يركز. يركز زي يبقى مؤمن زكريا اللي هو كان تقل كبير جدا في تيم النادي الاهلي. ولو ركز في تيم النادي الاهلي. يبقى ليه تقل في منتخب مصر. طيب عايزين نختتم حدثنا عن انطلاقة المنتخب بالامس. وهذا الفوز الكبير على النيجر. بفرص المنتخب في هذه المجموعة. بحسابات النقاط ومستوى المنفسين. عشان الوقت المتبقي من عمر هذا الحوار كابتر رمضان. نسمع في رؤيتك من مستوى المنافسة في الدوري الممتاز هذا الموسم. ومشوار الاهلي في البطولة الافريقية. بنتكلم النهاردة عن أربع مباريات متبقية. مباراة العودة على ملعبنا ووسط جماهرنا أمام المنتخب التونسي. ثم مبارتي ذهاب وإياب مع منتخب سوازيلاند. ومباراة النيجر على ملعب منتخب النيجر. شايف الحسابات ازاي في المجموعة دي وفرص منتخب مصر. شايف الحقيقة الحسابات وفرص منتخب مصر. أعتقد منتخب مصر هيفنش التصفيات أول مجموعة. يعني رغم أن احنا خسرنا من تونس. لكن أنا في رأيي أنه هيفنش أول مجموعة. ومنتخب مصر قادر الحقيقة أنه هو يتخطى الثلاث منتخبات دولت بسهولة جدا في مشواره إن شاء الله. شايف إن الأداء هييميل لصالح منتخب مصر. هييميل لصالح منتخب مصر. كل المنتخبات حتى منتخب تونس إن شاء الله في الفترة الجاية. بل بالعكس كمان الأداء هيزيد. يعني الأداء هيبقى أقوى من مباراة النيجر بكتير جدا. وحيبقى أقوى اختبار للجهاز واللعبين منتخب تونس. المباراة على ملعبنا وصلت جماهيرنا. أعتقد أنه تبقى أقوى اختبار في التصوير. أنا أقول لك يا سيد محمد لما توصل في خمس وحدات تدريبية للشكل اللي احنا قدنا به الشوت الأولاني. أعتقد إن احنا المرحلة اللي جاية والفترة اللي جاية. هنتحرك فيها بسرعة. هنتحرك فيها بسرعة جدا. والأداء هيوصل الحقيقة لحاجة كمان يمكن كمان آآ 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 نجلنا فترات ألفين وستة والفين وتمانية والفين وعشرة. كان في متعة في أداء منتخب مصر. أعتقد إن احنا المرحلة اللي جاية دي هنوصل لكده. نتمنى إن شاء الله إن احنا نوصل للشكل ده اللي الكل أو فيه آراء بتجمع إنه أفضل شكل وأداء شفناه لمنتخب مصر. بلزبط. في السنوات اللي حضائك أشارت إليه دين. ده أفضل شكل كان. طبعا. لمنتخب مصر على مدار تاريخه من وجهة نظر الكثيرين. حتى لو فيه أجيال سابقة كانت أعلى في الموهبة الفطرية في مهارة لكن الأداء ومحصلة الأداء الجماعي أو التيمورك والنتائج وشكل الأداء في ملعب بشكل عام كانت لصالح منتخبات ألفين وستة ألفين وثمانية ألفين وعشر مقارنة بأي منتخبات سابقة أو تالية أو لاحقة حتى الآن. خلينا نتكلم عن النادي الأهلي شايف فرص الأهلي إزاي يعني لحد النهاردة بعد المباريات اللي طلعبت بالفعل حتى هذا التاريخ في الدوري المصري ومستوى المنافس هذا الموسيقى. يعني يمكن إحنا نادي الأهلي عمل حقيقة الفترة اللي فاتت نتائج إيجابية في المباريات الأفريقية. نتائج طبعا إيجابية بنسبة 100% يعني حاجة حاجة قوية جدا جدا جدا. الدوري الحقيقة إحنا برضك عاملين نتائج بس برضك فيه النتائج مش من الضباطة قوي. وفي نفس الوقت إحنا حتى في المباريات الأفريقية اللي إحنا عاملين فيها الأربع فوز اللي إحنا حصلناهم أعتقد إن إحنا أداءنا مش هو ده الأداء بتاع النادي الأهلي. يعني لأ إحنا كان عندنا الحقيقة الشكل وعندنا نظام ويمكن الحقيقة مستر كارترون حاول إنه هو في خلال المرحلة الأولى إنه هو يغير الشكل دوت أو يغير نظام اللعب. وطبعا ما يعني الأمور ما مشيتش بشكل كويس رجع تاني رجعنا تاني لحطة الاستحواز رجعنا تاني لحطة الكرة اللي على الأرض السريعة اللي إحنا كنا عاملين بها تفوق في المواسم اللي فاتت الحقيقة. يعني عجل عندنا يمكن كنا بندوس في أي تيم كرة. يعني حضايك بتقول إن إحنا لسه ما وصلناش للطوب فورم بتاعة الفريق اللي اختتمنا بيها في الدوري الموسم اللي فاتت. بيستثنى الأربع مباريات الأخيرة. المباريات الأخيرة. إحنا عاملين موسمين ولا أروع. إحنا إحنا يمكن أنا في رأيي إن إحنا وصلنا في أداء النادي الأهلي لقريب جدا من الكرة الأوروبية. قريب جدا من الكرة الحديثة. بس أنا بستثنى الأربع مباريات الأخيرة اللي إحنا يمكن النتائج ما كانتش متزبطة فيهم. بعض الناس بتتساءل هل الدوري بنفس درجة السهولة زي ما شفنا في المواسم اللي فاتت الأهلي بيختتم؟ أو بينطلق ويبقى فيه فارق كبير جدا بينه وبين أقرب المنافسين والمسابقة كانت تكون محسومة من قبل ما تنتهي بأسابيع كثيرة جدا بإجماع رأي المحللين. هل المنافسة في الدوري هذا الموسم مشابهة ولا مختلفة؟ هل هي أصعب ولا لا؟ لا هي المنافسة أصعب. المنافسة تبقى أصعب لأن الحقيقة لو بنيجي نتكلم على الزمالك نادي زمالك اللي هو المنافس القوي النسبة للنادي الأهلي. لا الحالته السنة دي حالة كويسة رغم أن يمكن نتائج فيه فترات في الموسم برضك مش من الزباطة. لكن زمالك بيمتلك لعيبة مميزين وجاب بحقيقة استجلب لعيبة في تعقوطات جديدة لعيبة مميزة جدا ولعيبة دولية. يعني لأول مرة حتى من فترة كبيرة جدا زمالك بيجيب لعيبة دولية الحقيقة. لا زمالك هيكمل بشكل قوي ومنفسها تبقى قوية جدا. برمز الحقيقة عاملين تيم قوي يمكن بدأوا ما كانش فيه تاجانوس ولكن تيم عندهم لعيبة جابين لعيبة على مستوى عالي جدا وخصوصا في اللعيبة البرزليين كمان. عنده لعيبة محلية كمان تيم قوي وتيم كويس وتيم هيعمل استبرارية. يعني ممكن فيه مثلا تقول مثلا لا التيم ده بشيكمل. لا التيم ده هيعمل استبرارية. نادي الزمالك هيعمل استبرارية بالمنفسة. مين تاني لو حضرك بتحط مجموعة فرق شايفها أو مؤشراتها أنها هي الأقرب للمنفسة مع النادي الأهلي على مسابقة أو على لقب الدوري الممتاز هذا المصدر. ذكرت الأهلي حتى الآن والزمالك وبيرامدز. مين تاني شايفه قريب من خريطة المنفسة في قيمة الدوري؟ لا محدش تاني هيكمل للآخر. يعني فيه ناس هتكمل لكن هيبقوا بعد الأهلي والزمالك وبيرامدز. طب والفرق اللي كانت متقدمة دايما في المواسم اللي فاتت وبتنافس على بطولات أحيانا حتى لو مش بطولة الدوري. لكن بتشارك وبتنافس على كاس مصري دايما موجودة في الصورة زي المصري وزي سموحة. وعندهم الإمكانات أو منظمين وأصبح لهم شكل. شايفهم فين من المنافسة الموسم ده كتب. لا بعيد لا بعيد يعني أنا أنا بقول المنافسة هتبقى آآ أهلي زمالك وبيرامدز لأن المصري مش مش أداؤه بتاع المواسم اللي فاتت. المصري عمل ثلاث مواسم الحقيقة مع حسام حسن آآ أولا آآ شكل حتى آآ أولا كان بيستخدم بيستخدم اسلوب بالضغط. وكان بيعمل الضغط مثلا ممكن يوصل لسبعين دقيقة وده مش موجود حتى في الكورة أساسا يعني أو في التدريب. كان بيعمل حاجة سوبر الحقيقة. المصري فتقد دي والمصري الحتة الهجومية بتاعته برضك يمكن أقل من البتالات مواسم اللي فاتت. هو يمكن ماشي كواس في البطولة الكمفدرالية لكن أعتقد المنافسة في البطولة المحلية تبقى صعبة جدا. سموحها يمتلك إمكانيات وممتلك إمكانيات مادية عالية جدا. يمتلك إمكانيات فنية لكن لا ما يخش في المنافسة. طيب هنتكلم كمان يعني هنا حضائك بتقول انت وقعاتك وتحليلك للمستوى الفني والأداء والأرقام والنقاط حتى الآن. بتقول أن المنافسة ستكون يعني قاصرة على ثلاث فرق الأهلي والزمالك وفرامات زهادة الموسم حسب رؤيتك يا بطن عبدالله. ولكن الأهلي هل هو رغم صعوبة المنافسة الأقرب للقب ولا لا؟ وهل شايف أن مسيرة الجهاز الفني الحالي طبعا بقيادة كارتيرون ومع المدارب العام وصاحب البصمات طبعا والخبرات والنتائج الجميلة اللي حقها في الفترة اللي فاتت كمدير فني في بعض الفترات كابتن محمد يوسف. شايف أن الأهلي عنده ميزة أو فارق نوية عن باقي المنافسين ولا لا؟ وهو الأقرب لحسم اللقب لصالح ولا لا؟ أعتقد أن الأهلي عنده ميزة مش موجودة يمكن حتى في الزمالك ومش موجودة في بيرمز إنه هو عنده تيم بقاله أربع مواسم مع بعض أو خمس مواسم مع بعض. ففي التجانس والربط الحقيقة موجود بشكل كبير جدا النادي الأهلي مجرد أن الفرقة توصل للفرمة بتاعتها ونلعب القرى بتاعتنا اللي كنا بنعبها في المواسم المسلمين اللي فات والحقيقة أعتقد أن النادي أهلي قادر أن يحسن ويحسن بشكل قوي جدا المثابة الدولة. وعلى مستوى العناصر الموجودة في صفوف النادي الأهلي شايف أنها الأميز على الإطلاق أفضل مجموعة لعبين. حتى لو أشهدنا بلعبين أو عناصر مميزة موجودة عند أي منافسة؟ بالضبط رغم أن فيه عناصر مميزة جدا الناس بتتابع مبارات منتخب مصر دلوقتي عشان محمد صلاحه. فكل التعليقات اللي موجودة في الفضائيات الأوروبية والجرائد الأوروبية كلها إشيادا مبارح بشكل كبير جدا. حاجة بتاميل لأنه هو الأقرب للفوض الجائزة. أنا في رأيي أنه هو الأقرب وهو يستحق أنه يحصد الجائزة. طيب إزاي نحاول نكرر التجربة؟ عندنا تجارب كبيرة جدا للاعبين نجحوا في الاحتراف الخارجي أو الأوروبي. للاعبين ما نجحوش في نفس التجربة ورجعوا بسرعة أو ما استمروش. أو بدأوا في أندية وذهبوا إلى أندية أقل منها. يعني التجربة نزلت بيهم أو صارت بيهم بشكل سلبي. وترجعوا ومش تقدموا. إزاي نستفيد بتجربة محمد صلاح في أن عندنا عناصر في أجيال سابقة عندنا عناصر. في أجيال قادمة إن شاء الله هيتكون في عناصر قد تفوقوا حتى في المهارة والمواهبة والإمكانات الفردية. لكن ما حققوش نفس النجاح. إيه الدرس اللي المفروض اللعيبة تستفيدوا من محمد صلاح عشان يحققوا نفس القدر من النجاح؟ الحقيقة محمد صلاح نموذج آآ نموذج متكامل يعني أولاً لعيب كرة قوي جداً 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 مركز عايز آآ من اللعيبة اللي محافظة عن نفسها بشكل كويس قوي آآ من اللعيبة اللي بيطور في أداءه آآ يعني من كل أسبوع آآ أعتقد كمان مدربه الحقيقة في ليفربول آآ ليه دور كبير جداً 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 في تطور أداء محمد صلاح محمد صلاح آآ يمكن الراجل اللي عمله حاجة كان بيلعب على الخط على طول آآ في مبارات كتيرة جداً الموسم اللي فات وإحنا بنتابق بقى موجود جول 18 طول الوقت 18 ع طول طوال الوقت وإزاي بيخليه يستخدم المساحة دي من بره لجوه؟ في مبارات كتيرة جداً كان بيستخدمه كان مهاجم أساسي أعتقد يعني النموذج ده لازم فعلاً يبقى واصل لكل اللعيبة اللي عاوزة توصل يعني احنا فعلاً زي ما انت بتقول يا سيد محمد فيه لعبة على مدار الموسم اللي فاتت آآ قدموا حاجات كويسة وعندهم إمكانيات يعني كان عندهم إمكانيات جمدة جداً جداً إن هما كفعلاً يوصلوا للوصل في محمد صلاح لكن هي الزي ملتابق هنا بيقول للكل إن مفيش مستحيل بالضبط إن اللي اجتهد طبعاً توفيق ربنا سبحانه وتعالى وحسابات يعني قبل كل شيء فكرة التوفيق والنجاح اللي بيهبوا ربنا سبحانه وتعالى لمن يشاء ولكن للمجتهد بالضبط هو اجتهد وتخطى حتى أعتقد أنه تخطى حدود موهبته هو كلعب حقق أكبر من حجم موهبته بالضبط نتائج الإنجازات اللي بيحققها محمد صلاح أعتقد أنها تفوق حتى موهبته الفطرية كلعب أكيد أكيد ده أقول لك حاجة ده اللي وصوله محمد صلاح في الفترة دي أو في الموسم اللي فات أكتر من حلمه هو نفسه يعني حتى حتى الجمهور الكرة في مصر أو الشعب المصري حتى وهو بيحلم لمحمد صلاح أن يوصل لي ما حدش كان يسانش حد يتوقع وصوله المستوى ده المنافس على المستوى الأول طبعاً أو خلاص حضرتك قلت مدربه غير من طريقته للأفضل وأعتقد أن محمد صلاح نفسه بيدي مثال أنه ما اكتفاش بأي تجربة نجحة وأنه كل موسم بيتعلم حاجات جديدة من الأجهزة الفنية اللي بيشتغل معها وبيتعافض مع الأندية اللي هي بتتولى مهمتها عشان كده المفروض أي لعيب كرة عاوز يوصل للدرجة اللي فيها محمد صلاح أو حتى تحته بشوية لازم يبقى محمد صلاح نموذج لي خلي سقف طموحه بلا نهاية بالزبط سقف طموحه بلا نهاية وهيوصل مفيش مستحيل محمد صلاح قال للعيبة الكرة كلها اللي موجودة في مصر مفيش مستحيل وفعلا مفيش مستحيل بس بشرط أو بشروط انك انت تبقى بتحط نفسك بقى في النظام الاحتراق كل حاجة ده ده نظام تغذية وشغل بدني وتركيز وحفاظ على نظام غذائي ومواعيد نوم واستماع لكلام المدربين وأمور خططية كل حاجة التزام يعني صعب الامر يتشرح حجم النجاح ده صعب ان احنا نشرحه في دي اكيد هي ما عادش فيها فهلوة فيها نظام انت هتخش جوا النظام ده صح زي ما هو جي الفترة اللي فاتت وقالك ان يا جماعة حنا عاوزين نتعامل كذا كمحترفين عشان هو شاف ده برة شاف ده ازاي بيعملوه برة محمد صلاح راح لا الخلاف ده تحديد انا بطلع نفسي من التحليق حدايك قول رأيك بحرية كاملة انا لان كان ليا رأيي في الفترة اللي فاتت ان كان لازم كل حاجة تتم في الكواليس وفي الغرف المغلقة عشان ما تؤثرش على تركيز المنتخب ولا تركيزه هو كنجم مؤثب ولا تؤثر على المناخ الكرة والرياضي احنا ندير تبطات رسمية احنا نتمنى ان هم يفهموا جهة نظر بعض والحمد لله تم احتواء الامر خلاص تخطينا ده طيب هو برضك الامور دي اللي احنا بنتكلم فيها بقول محمد صلاح نموذج للعيبة نموذج يعني زي مثلا انا بقى في غرفة نومي مثلا ولا في الفندق ولا بتاع يجي لحد اربع صبح ولا خمسة صبح ولا ستة صبح الكلام ده مش موجود هو بيقول لهم الحاجات اللي هو بيشوفها برا محمد صلاح محمد صلاح لما رح حضور الجازة بتاعة أفضل ثلاث عيبة في اوروبا رح بترخص احنا ما بنقولش كده ولا حاجة لكن يا جماعة حفظوا على اللعيبة النجوم القبار جدا جدا اللي موجودين عندنا وإحنا ممكن نعمل بيوم حاجات يعني احنا محتاجين المسؤولين في تحاد الكرة يسمعوا ويستفيدوا بخبرات نجومنا اللي في الأندية الأكثر تطورا في العالم بالضبط والدوريات الأكثر تقدما في العالم في نفس الوقت محتاجين لعبينا بمحبة وباهتمام وبنية ان احنا نصل للأفضل يبقوا بينيلي وده بالصورة الأفضل بالضبط اللي اتحقق نتائج أفضل لمنتخبنا للوسط الكرة وفي مصر بشكل عام في النهاية احنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا شكرا جزيلا لكنك من الكرة المصرية والنادي الأهل سابقا الكابتن رمضان السيد بشكرك وسعادة بوجودك معنا النهاردة في الأهلي الليلة أنا متشكر جدا يا سيد محمد وسعيد جدا أننا كنت موجود معك شكرا جزيلا قناتنا والقناة الحبيبة لنا نسعد بيك دايما في بيتك وعلى شاشة قناة نادي الأهلي كابتن رمضان بشكر حضرتك على المتابعة نهاية هذا اللقاء ابقوا معنا فقراتنا المستمرة من خلال الأهلي الليلة عندنا النهاردة حوار أيضا مستفيد عن الجهد المبدول وخطوات العمل وصولا إلى أفضل شكل مستفيد